من أبرز صفات الرسل ومن أعظم شعب الإيمان الأمانة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له وأمين أمتنا هو أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال القرشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة أمينة وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح كان من السابقين الأولين للإسلام وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة وشهد الغزوات كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مثالا للولاء والبراء فقد كان أبوه في جيش المشركين يوم بدر فلم يمنعه ذلك من مواجهته وفيه نزل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم وكان رمزا للتضحية والفداء ففي غزوة أحد أحاط المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم وكسروا رباعيته وهي السن التي بين الثنية والناب من كل جانب ودخلت حلقتان من الحديد في وجهه فنزعهما أبو عبيدة بأسنانه بكل رفق حتى سقطت أسنانه كان قائدا محنكا فتحت على يديه معظم بلاد الشام وفي عام خمسة عشر أو ستة عشر للهجرة فتحت القدس تحت قيادته وتسلم مفاتيحها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان جديرا بالخلافة سئلت عائشة من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلفا قالت أبو بكر فقيل لها ثم من بعد أبي بكر قالت عمر قيل لها من بعد عمر قالت أبو عبيدة بن الجراح وقال عمر بن الخطاب يوما لأصحابه تمنوا فقال أحدهم أتمنى أن يكون ملء هذا البيت دراهم فأنفقها في سبيل الله وذكروا نحو ذلك فقال عمر لكني أتمنى أن يكون ملء هذا البيت رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان فأستعملهم في طاعة الله توفي أبو عبيدة رضي الله عنه في طاعون عمواس سنة ثمانية عشرة للهجرة فنال بذلك الشهادة في سبيل الله ففي الحديث الطاعون شهادة لكل مسلم ترجمة نانسي قنقر